بحث دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومسؤولي شركة فوتون الصينية في بكين أخير مستجدات العمل بشأن التصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية اثتم الاتفاق على تصنيع أوتوبيسين كعينة مخطط وصولها للاستخدام التجريبي في القاهرة والإسكندرية كنموذج استرشدي نهاية سبتمبر المقبل على أن تصل باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى وهي 48 أوتوبيس إلى المصنع خلال ديسمبر المقبل وقال شعراوي أن تصنيع هذه الخطوة يأتي في إطار خطة الحكومة لدعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة العامة للنقل العام من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام إلى فاصل نواصل من بعد نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس انتظرونا